أما الآن أصحاب المعالي والسعادة كلمة معالي رئيس هيئة الأركانة العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض ابن حامد الرويلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب معالي القائد العسكري بالتحالف سعادة الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن اليوم نعقد اجتماعنا الثاني لرساء هيئات الأركان لدول التحالف يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب بالمملكة العربية السعودية التي تشرف بتواجدكم على أرضها المباركة فأهلاً ومرحباً بكم بين إخوتكم وزملائكم راجياً من الله تعالى أن يكون اجتماعنا هذا موفقاً ومثمراً يساهم في تحقيق تطلعات ورؤى قادتنا الذين أرادوا أن يكون هذا التحالف ركناً قوياً وفاعلاً على الساحة الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرب والغلوب والقضاء على مسبباتها وبواعثها التي تهدد السلم والأمن والاستقرار بجميع دول العالم كما أنها تؤدي إلى التصادم داخل المجتمع الواحد وتنرغص حياة الفرد والمجتمع وتعيق حركة التنمية والبناء وتستهلك الكثير من الموارد الوطنية المختلفة لمواجهة هذا الإرهاب بشتى أشكاله أصحاب المعالي والسعادة إن دولنا المتحالفة لم تألو جهداً لمحاربة الإرهاب وقطع تمويلاته ومواجهته ميدانياً بكافة الوسائل الممكنة والسعي لتصحيح الأفكار المتطرفة التي لا شك أنها تقف خلف قيام هذا الإرهاب وانتشاره كما أنها تغرر بشريحةٍ من الشباب لغرض تجنيدهم في صحوف المنظمات والتيارات المتطرفة والإرهابية التي تمارس العنف المسلح أصحاب المعالي والسعادة يسعدنا اليوم بحضوركم أن نطلع جميعاً على ما لدى التحالف من أعمال تم إنجازها ومن خططٍ مستقبلية تم إعدادها ومن مبادراتٍ مختلفةٍ هدفها محاربة الإرهاب والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار ولا شك أن الزملاء بالتحالف قد استفادوا من دعمكم لهم ومن توجيهات ومقررات أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع باجتماعهم الأول وكذلك من توجيهاتكم أنتم أصحاب المعالي والسعادة ومتابعتكم الدائمة لهذه الجهود ومن خلال الممثلين المتواجدين وأيضاً من خلال زياراتكم لمقر التحالف وأخيراً أدعو الله أن يبارك مخرجات اجتماعنا هذا ليتم إقرارها من أصحاب السمو والمعالي وزراء دفاع دول التحالف في اجتماعهم القادم بعون الله والخروج بمواقف تعكس جهود وتوجهات دولنا وأهمية تحالفنا ورسالته الشاملة التي هدفها التعاون لخدمة الإنسانية والمساهمة في بسط الأمن والاستقرار لجميع دول العالم بلا استثناء ومن خلال محاربة آفة الإرهاب دون تمييز أو تحيز لدين أو عرق أو منطقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر